في بيع الاصول انت بيبقى عندك اوراق قوة في البلد بيبقى عندك حتى لو انت عندك عمارة وفيها مثلا العمارة دي واخده ناصية وانت عندك الدور اللي تحت فيه محلات فالمحل دايما اللي بيبقى على الناصية بيبقى غير المحل اللي في الشارع الجانبي غير المحل اللي هو تالت محل غير الاول اللي واخد الوجهة فيه الناس اللي عندها بيوت وعندها محلات وبتأجر المحلات دي أو يعني بتستغلها بشكل أو بآخر دايماً بيبقى كل واحد ليه سعر ودايماً الحاجات دي بتجيب لك دخل ودايماً الحاجات دي اسمها الأصول بتاعتك فكرة ان انت تبقى دايماً بتدي عمال تبيع في أصول البيت بتاعك المحل اللي على الوجهة والمحل اللي على النصية والمحل اللي تاني مطل والمحل اللي وراء جنب الجراش وبعدين بيعت الجراش وبعدين بدأت تبيع الشقة اللي في الدور الأول وبعدين بدأت تبيع جزء من السطح فوق الصندرة وبعدين بدأت تبيع جزء اللي مش عارف الملحق وبعدين دخلت على الدور التاني قمت بايع نص شقة بعد فترة إيه اللي هيحصل بعد فترة بيتك مش هيبقى بيتك ما خلاص يا جماعة ما انت جبت فلان الفلاني اللي مش عارف منين وبيعت دا المين فأنت هتبقى غريب في بيتي هتبقى طالع بيتك اللي هو مش بيتك اللي هو كان بيتك النقطة دي ممكن واحد برضو يعمل كده في بيته لانه عميل يعني ايه عميل يعني راجل خاين لعيلته بياكل حق اليتامة وبياكل مثلا حق ولاد اخوه ولا مش عارف ايه ولا ولاد اخته ولا بتاعفى بيحاول يخلص وياخد الفلوس عشان ما يدهمش حاجة عشان يقلل مرسهم عشان لو حصلوا حاجة يعني ممكن يبقى فيه عمالة وخيانة في القصة لصالح اطراف برا والرجل ده بياخد سببته فبياخد الحسنة بتاعته ده وارد يعني في مجتمعاتنا العربية وفي مصر شفنا النمازج المنحطة دي كتير جد طيب لكن ممكن يكون الراجل ده اللي بيعمل كده في بيته الصغير خالص لا هو راجل عبيد مش فاهم بيجي له واحد يقول له ده المحل ده ولو اشتريناه عملنا وطلع لك مش عارف ايه واصل الاسعار هتنزل واصل العقرب بتنزل واصل انت شايف الدولار مع الدهب في سوق الحديد دخلوا على بعض واصل حرب غزة مع الحرب الروسية الاوكرانية وحفتر لسه هيدخل والامارات فبقول لك اه صح ايه ده فواحد عبيد قاعد في قاعدة اتدحك عليه فخلص فباع بيته اللي حصل في قصة الاصول المصرية بيطرح السؤالين برضه هو الراجل ده بيتخلى عن الاصول المصرية لصالح دول خليجية ليه هل هو عبيد ام عميل بيبيع الشركات الوطنية الكبرى لصالح مستثمرين عرب بيعدل القانون اللي اتكلمنا عنه من يومين عشان المواطني الدول العربية يجوا يشتروا الارض المصرية بيضم عشرات الاصول للصندوق السيادي عشان يبيعهم بشكل سري محدش يعرف السندوق السيادية بيحصل فيها ايه التفريد في مستقبل الازيال المصرية القادمة وارزاقهم الناس اللي جاية دي مش هتلاقي حاجة يا جماعة هتلاقي الاماراتيين اشتروا هنا والسعوديين اشتروا هنا والاسرائيليين دخلوا قالوا للسعوديين الاماراتيين ووسع بس شوية كده وخدوا الحتة دي وخلاص يطلع جيل جديد بعد ما الراجل دا يمشي يلاقي مفيش مصر يلاقي البيت بتاعه راح المحلات اللي على الوجه واللي على النصية والموانئ والاراضي والمشعارف كه والمستشفى كل حاجة راحت تمشي في بلدك في مصر تلاقي طلع عمره تمشي في مصر تلاقي الشيخ محمد واولاد زايد تمشي تلاقي شقول وشمعون ومفاز ومش عارف مين جايين متخفيين ورأس طار دول عربية مطبعة معهم شكرا شكر الله سعياكم يا جماعة اقروا الفتحة على مصر هنيجي بعد كام سنة نفتكر نقول يا جماعة محدش نبهنا لا احنا كنا بنتكلم وكنا بننبه وكنا بنقول هل هو عميل ام عبيط هل هو خاين ام سادش لازم الناس تركز لان الراجل ده اللي بيعمله عليه الف علامة استفهام